اليوم رح تكون مقدمتنا نتكلم عن حقائق تقول شنو الحقائق اللي عندك يا بوحمد خلكم معاي وسمعوا بهذه الحكاية الاخوان المسلمين عندهم دستور تقول نعم عندهم دستور نعم عندهم دستور من عام 1932 وهم يسمونه اللائحة يسمونها اللوائح الاخوان المسلمين وهذه اللائحة يسمونها لائحة عام 1932 وتسمى لائحة جمعية الاخوان المسلمين الداخلية والمعدلة عام 1932 ومحاطين رقم المطبع وكما تظهر في الصورة هذه اللائحة الداخلية للاخوان المسلمين يعني عندهم دستور وعندهم لائحتهم الداخلية وهذه اللائحة تعدل حسب المرشد وحسب التوجه السياسي اللي يحصل عندهم وحسب الأوضاع العربية أحد سمع عنها اللائحة؟ هذه لائحتهم كما ظهر جدامكم في الصورة شنو وحسب لائحة الاخوان المسلمين اللي يقولون ما عندنا إحنا جماعة إسلامية دا عندهم لوائح عندهم لوائح وأنظمة طبعا عندهم بالفصل الأول المرشد العام مادة رقم أربعش تشمل أهم موادها تعيين نواب الدوائر المختلفة ويرعي في ذلك الكفاءة ورضى الإخوان الدائرة المنتسبين والعاملين عن النائب المختار يعني عندهم مختار لكل منطقة وهذا بالكويت اللي هما الإخوان المسلمين عندهم مختار لكل منطقة عندهم نواب لكل منطقة عندهم عاملين لكل منطقة وحسب درجاتهم الوظيفية وهذه لائحة الإخوان المسلمين مش أنا اللي قايلها عندهم أيضا في الرقم أربعة في الفصل الأول المرشد العام منح درجات النيابية فما فوقها واعتماد ترشيح النواب لأعضاء دوائرهم في الترقيات والدرجات والإذن بالمبايعات الخاصة عندهم في كل درجة يترقى فيها العامل في الإخوان المسلمين مبايعة خاصة يعني المخلص فيهم من عامل إلى أن يوصل لمختار كأنها درجات وظيفية حتى يصل إلى المنصب وهذه الدليل على الولاء مش للوطن دلالة واضحة على أن الولاء للجماعة والحزب وحسب ما يقول للمرشد الإخوان المسلمين أيضا عندهم في المادة رقم ثمانية توقيع المعقوبات التأديبية شوفوا أخطر مادة وهذه نشاهدها بالكويت لقم عشرة اختيار الوعاظ العموميين للجماعة فأي داعية عندهم لازم يأخذ موافقة المرشد واختيارهم بدقة وحسب الدرجات التسلسل الوظيفي عندهم حسب رائحة الإخوان المسلمين المصيبة الأكبر في المادة القانورة رقم ثمانية عندهم قسم خاص فيه لما النواب تظهر نتيجة اختيار المرشد وتعلن النتيجة للدوائر ويتم اختيار المرشد يمثل دوائر الأخوان من الأخوان من الإخلاص الجماعة ونصها يوقف المرشد ويقسم طبعا يقسم بالله ويقول سمعوا قسم المرشد بعد القسم أن أكون لمبادئ الإخوان المسلمين حارسا أمينا وليس للعقيدة والدين الإسلامي لمبادئ الإخوان المسلمين حارسا أمينا وأن أقف لتحقيق غاية الجماعة بنفسي ومالي وما أبلك مبتغيا بذلك وجه الله وانت يا ابن النقطة تقول مبادئ الإخوان يعني لو واحد حط لك أي مبدأ آخر من جماعة الإخوان يعني حتى لو مخالف العقيدة يمشي أهم شيء المرشد وأن أجعل مهمتي سبيلا لما انفع شخصية يا حبيبي من مال أوجاه ونحوهما وأنا أتحرى في عملي وإرشادي الحق ومصلحة منه الدين العقيدة الجماعة ومصلحة الجماعة بعدين يا شنو وفق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله يعني أولا شنو مش الدين مش كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما جاء فيه من أفعال الصحابة والتابعين لا مصلحة الجماعة فوق القرآن والدين هذا مش أنا اللي قال هذا قسم في اللائحة المقرة ودستور الإخوان المسلمين شنو في الأقوال والأفعال والأحوال ما استطعت وبعدين يقول يتنازل المرشد يقول وأتقبل كل نصيحة وراء نرشادي من أي شخص ما دمت أعتقد فيه ما دري إيش هذا قسم المرشد يعني مصلحة الجماعة فوق الجماعة طبعا على أساس عندهم مجلس شورى خاص فيهم تقول المعقولة وهذا في الفصل الثاني لأعضاء في اللائحة ودستور الإخوان المسلمين يملأ طالب الالتحاق الاستمارة الخاصة ثم تعرض على مجلس الشورى المركزي وبعد قبوله يفاد الطالب بذلك ويدعو لمبايعة حضرة النائب البيعة الأولى وهي بيعة الأخوة وبذلك يصير من الإخوان بحسب الدرجة التي تمنح له بركتكم يا حق يا إخوان المسلمين أم لاستمارة تقبل تعطي البيعة الأولى للأخوة بعد ما يصبح الأخوة وشوفوا مدى ولائه يعطى له درجة وظيفية وراتم مادة ستة في الفصل الثاني لأعضاء رتب الإخوان رتب الإخوان وهم رتبوا عندهم حسب المادة إلى ثلاث الرتب رتبة الإخوة رتبة النقابة ورتبة النيابة وتقسم كل منها إلى ثلاث درجات الرتبة مجردة والرتبة مع وصف عامل والرتفة وهذه أخطر حاجة والرتبة مع وصف مجاهد وهذا هو الجهاد العسكري لدى الإخوان المسلمين في الرتبة اللي هي رتبة مجاهد وبعد هذه الدرجات التسع رتبة عندهم رتبة عالية اسمها رتبة الكمال ويلقب كل أخ بلغة رتبته ودرجته حسب المادة 32 من القانون هذا دستور الإخوان مش دستور محمد الملاه وطبعا رحوا مبادئ الإخوان مولا طبعا المبايعات أنواع مبايعات الإخوة بيعات الجهاد وكل ذلك هذا هو جزء قليل من لائحة الإخوان ودستور الإخوان المسلمين تقولون هذا موجود في الخليج؟ نعم إنه في الخليج رتب لكن الرتب العليا عند الإخوان والتنظيم الدولي والمرشد الأصلي يكون في مصر وهو من لور من رتب والإخوان الدولي لهم رتب وأدنى رتب هم رتب الإخوان المسلمين في الكويت والرتب العليا في التنظيم الإخوان الدولي ثم مصر ثم دول الخليج لأننا لدينا الإخوان المسلمين بس للدفع ويعتبرونهم خدم أدنى رتب إلا إذا واحد منهم يعترف أنه قيادي هذا رتبتي عالية ويصل إلى رتبة الكمال لدى الإخوان المسلمين هذا هو دستور الإخوان المسلمين ليس جايبة من عندي واللي بناء عليهم بثق القاعدة والمتطرفين والظواهري والقاعدة وموصلنا الآن إلى داعش رح نتكلم وايد عن مبادئ الإخوان المسلمين وكل يوم رح نكشف من لائحتهم مش من لائحت محمد الله أول مرة يبيعون بلدهم وواطنهم تقول وين الدليل على أن الإخوان المسلمين يبيعون أوطانهم للدول الكبرى تذكرون مرسل عياط شون لصق مع إيران ولصق مع الأمريكان وقدم كل ما قدم قال لهم اللي أنتوا عاوزينه اللي أنتوا عاوزينه بس خلي الحكم يبقى حكم الإخواني في جريدة الجمهورية عندما تم القبض على مرشد الإخوان في ذلك الوقت شون اعترف الهضيبي مرشد الإخوان يعترف بالاتصال بالإنجليز الاتصال بالإنجليز وهم يقول لك نحن نحارب الإنجليز ونحارب إسرائيل ونحارب أمريكا في الأخبار أيضا اعترافات خميس وكيل الإخوان الإخوان سمعوا عزال المشاهدين الفقر على الخط الأحمر الإخوان اتفقوا مع الإنجليز على احتلال القطر المصري كله هذا هو اعتراف الإخوان المسلمين اللي عندهم دستور وحذب على أنهم اتفقوا على احتلال القطر المصري وفي الإخوان لما بعد بعد تنحي محمد حسني مبارك الإخوان باعوا سيناء بالكامل إلى بيت المقدس وحماس تقول عطني دليل ثاني يا بحمد أنا أجيب لكم دليل ثاني جريدة السياسة الكويتية نشرت لله يرحمه نايف بن عبد العزيز ما قال نايف عبد العزيز في ذلك الوقت الإخوان يسعون إلى انتزاع القيادة والحكم هذا منهج الإخوان المسلمين سواء في دول الخليج الهدف هو انتزاع القيادة والحكم وإحنا للأسف في الكويت ما زلنا نتأمل منهم خير الله يرحمه ويغفر له الشيخ سعود ناصر الصباح في تصريح لا في القبس قال في وسط الأزمة في احتلال الكويت وفد الإخوان المسلمين طلب خمسين مليون دولار لتسويق الوجود الأمريكي في الخليج لتحرير الكويت الإخوان المسلمين كانوا يفاوضون واتحاد الطلبة كان تحت سيطرة الإسلامين وحاول منع الكويت من التطوع في حرب التحرير وكلنا شاهدنا ما حصل في تونس من أحد اتحادات الطلبة الذي يضع أفكار الإخوان في عدم استخدام القوات الأجنبية لتحرير الكويت